الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أحبة الكرام لماذا نطل القرآن الكريم؟ نطل القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وفضله على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على سائر خلقه نطل القرآن الكريم لأن تلاوته تجارة رابحة لن تخسر أبدا كما قال ربنا تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيها يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور نطل القرآن الكريم ليكون لنا شفيعا يوم القيامة عند الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافة حاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة رواه مسلم والبطلة هم السحرة نكثر من تلاوة القرآن الكريم لنكون مع الملائكة في الجنان أو يكون لنا أجران إذا كنا نجد في حفظه مشقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه أصحاب السنن وحسنه الألباني أخي الحبيب وأما قراءة القرآن الكريم في الصلاة فلها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان رواه مسلم والخليفات هي من الإبل الحوامل حتى يمضي نصف أمدها هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته